سلام عليكم كنت منكم تكونوا كولكم بخير وعلى خير اليوم شاء الله سوف نجد معكم بعجينة ديال المسمن هاتشكيه اللي كيجي مورق وكيجي محشوب واحد الحشوة اقتصادية وبنينها بالسف سوف نمشي المقادير وطريقة الصحذير بالنسبة المقادير ديال العجين عدنا ستا ديال كؤوس ونص ديال دقيق الابيض شوية الملحة جوج مع القبار ديال الزيت معلقة كبيرة ديال الخل معلقة كبيرة مع عمراش ديال العسل يمكنك تعوضوه بالسكار وعدنا واحد البيضاء وعدنا واحد الكاس ديال ما اللي كنضيفه هو الكاس مبارد عادي وعدنا واحد اربعة كرام ديال الخميرة ديال الحلوة يعني نص هاد الباكية اللي كاتت توزن ثمانية كرام غادي نضيف كاس واحد اخر وغادي نبدأ ان شاء الله في العجين ديالنا في اللول كنديرو وحت السرعة لهي قليلة ومن بعد كنبدأو نعجنو العجين ديال نتك كدد لك بالنسبة للماء اعطيتكم القياس بالماء ولكن دائما كنقول لكم عينكم ميزانكم فهد القياس ديروا كاس واحد والكاس الاخر كتبدأو بشوية 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 المهم الى بغايتو تعجنو بيدكم يمكن لكم غادي نضيف لكم العجينة ديالكم ابني كتت تعجن العجينة كنشد هاد العجينة ديالي وكن نجمعه وكنجيبو حد البلاستيك اللي كنكون دهنة بشوية ديال السيس وغادي نخليها ترسح ديال المدى ديال العجين ديال ال راحة ديال هاد العجين الى عندي بين موجة الحشوة ديالي إلا فيغايتو تخليو هاو احد المدى esperando اطول ايكم هادي نبدأ في الحشوة ديالنا عدنا جوج ديال مربعات ديال الشعريات الأروس اللي لقد ندير فيها المغليان هاد نخليها تقريبا founding تل�冊 Isso 3dx 5dx بالنسبة للثوابيل عدنا واحد المعينك Could you cut up the process o الهريسة ومعيلقة صغيرة دي الفلفلة حمرة وشوية دي الخرقو وشوية دي سكينجبير وشوية دي الزاسر وشوية دي الاربع. كناخدو واحد المقلة اللي كندرو فيها شوية دي الزيس وغادي ندرو فيها واحد البصلة لمقطعة مربعات. غادي اخدوها الدمسي دي الحوت يمكن لكم اينما بويتوش دي راو لكن هي كتضيف واحد الاضافة كتجي اه زوينة فيها الماداق دي الحوت وعدنا واحد الفلفلة اه ماشي كبيرة حمرة مقطعة مربعات وشوية حفينة دي الزيتون تهي كذلك مقطعة وواحد جوج دروس ديال التومة اللي كنشدهم تاوما كذلك كنشحرهم مزيان غادي نضيف اه شوية ديال الزيت اللي كتايكون في الطون عندي جوج علاب ديال الطون صافي كنخليها تشحر ليه مزيان تاكا تنزل ودهبا غادي نضيف شوية ديال الزيتار والربع كما قلت لكم وشوية ديال الهريسة وشوية ديال الفلفلة الحمراء وشوية ديال السكيجبير هذا هو متسوابي اللي عندي بالنسبة للملحة ما غاديش نديرها. غاديش ندير واحد الاسرة ديال الحامض. الملحة ما غاديش نديرها حصدامتي في هال الملحة وما زال غادي نديرو آآ شوية دي والطون مالح. وغادي نضيف شوية ديال الفرماج في الاخير يعني بلاش ما نديرو الملحة. صافي بعد ما تسقطرت لي الشعرية كنضيفها الحشوة ديالي ودابا غادي نضيف النار. وغادي نوضع الطون ديالي وغادي نحرك مزيان. كما اشتو طفيتها. صافي وغادي نخلط العناصر. كتجي هاد الحشوة بالنسبة لهاد الحشوة اللي بغي عمرها بالورقة ديال بسطيلة يمكن لكم. را كتجي وزا ما خاطرها زوين زوينة زوينة بالسافة. هانتم ما كيتا تشوفوا. ما زال را ما اخذتش حقها فتصوير. صافي دابا هاد لوقيتا كندوزو العجين. العجين كنجبدوها. انتم ما كتشوفو را كاتجي زوينة زوينة بززاف هاد العجين زيدة في البيضة يعني في هالم مقونات اللي كيخلو هاد جي ماشي غا رائعة. اكتر من رائعة. ما زال ان شاء الله غادي نقا نخدم لكم بالعجينة ديال البيضة. را منتازة بززاف. غادي تشوفوا معي. غادي نقسمو العجين ديالنا على عشرات ديال الكويرات. صافي وغادي نغطيوهم ونخليهم يرتاحوا تقريبا واحد من عشرات ديال دقيقة اكتر خمستاش دقيقة. كون ما هم ارتاحوا كون ما ساعدونك التوراق. صافي دابا الحشوة ديالنا تبرد. وهما غادي يرتاحوا. وغادي ندير لكم واحد الخلطة اللي غا تخلي هاد المسمن غادي جيكم مورق. عدنا شوية ديال الزبدة تقريبا آآ نصف كاس ديال الزبدة مدوبة. كنضيفوا عليها نصف كاس ديال الزيت وغادي نضيف عليها واحد المعلقة ديال نشا. غادي نخلطها نخلطها مزيان. صافي وغادي نخليها جاني. كان بدأ نشد شوية ديال الزيت وغادي نبسط لجينة ديالي. هاد المسمنات را كي يجيو ورا شي حاجة طوب لف المنطر لف الماطق لف تقرميشة لف الفلتاج دياله من الداخل يعني اكتر من رائع شي حاجة ليزوينة وسبيسيال واللي شاف هما غايقوش مسمن نهائيا نهائيا ام بوسيبل يقول هادو مسمن. صافي ناخدو ديك الخليطات ديالنا وغادي نصرحو مزيان. ما غاديش نتعدبو مع هاد العجينة غادي نديرو مسمنات مربعين. الحاجة اللي غادي ندير اليوم هي خمسة ديال المسمنات مسمنا في قلب مسمنا. ها انتو ما غاديشوفو. ارى ما كنورقهمش بزاف يعني ما كتبانش ديك الرخامة حيث ما ازل ان شاء الله مني غادي نبدأ نبسط فيهم ديك ساعة كل شي غادي تورق في مرة. صافي. هانتو ما كي مش فسو. خمسة ديال العجين. اللي كل وحدة كنديرها في قلب وحدة. وخمسة الخريطة وما كدير كنديرهم نفس الشكل. يعني العملية سهلة ما كينش مسهل منه. ووجدي غدا كوني كتو جدي في الغضاء ووجدي هادو الكاسكروت ما نقوش لكم. إلا بغيت توجدهم متلا الكاسكروت العشية. وخاتو جدهم وقيت الغضاء. في طيبهم وخليهم اني غاد جي وغاد ضروري غاد تسخنوهم وتحطوهم في العشية. صافي قد دهنو مزيان. صافي وغاد يهدي المسمنة للاخرى. صافي هاد المسمنة ضروري ما غادي نخليهم يرتاحوا. غادي نغطعهم بلاستيك وغادي نخليهم كون ما ارتاحوا وكون مزيان. سير يقضي شوية غسلي الماء. نديري بزاف المسائل. وغادي رجعوا لهم ان شاء الله. صافي غادي نبدو الحاجة اللي نوصيكم عليها. انتو ما كتقرسوا. انتو ما كتديروا. تخليوا عجينة فوق عجينة. ماشي تهربوا عجينة مع عجينة. انتو ما رقي ما كتشوفوا. غادي نبسطها. ما درس فيها لازي تلاتي شي حاجة ولكن غادي ندير فيها. يمكن لكم واحد جوج معالق ديال الطحين اولا ديال انشاء اللي بغيتو غادي ترشو. باش ما تلسقش لكم صافي. هاد الشيلي كين. باش ما نكترش فيها تاني عود لي دا. باش كاتجين ناشفة. هاد اول قص ديالي. هاد العجينة صار حفنة. ماذا ان شاء الله دبا ان شاء الله هوا جاي رمضان رمزان غادي نديرو بهاد العجين عجينة ديال البيضاء بالنسبة للناس اللي مساكنيش قريبين المدن. وكي بغوا يتفنوا تهو ما بالطحين. كي طحين موجود زبدة موجودة كل شي موجود. وبحل هاد العجين ديال عجينة المورقة ولا الورقة البسطيلة ما تيكونوش. حدا هم قراب. من الاحسن يتفنوا في دارهم ويديرو هاد العجين نرى مشيها اكتر من الرائعين. طب. صافي كان نقسمو العجين في اللول على جوج. ثم على على ربعة. وكنبقو هكا. ده باش حل مجموع. واحد جوج. ثلاثة وربعة خمسة ستة ستة ثم اثمانية. يعني ستاشر واحدة. غادي جينا. انا ما بغيش نحيي تجنيبات باش يجي الفلتج ولكن غادي نخليهم كاملين. علاش باش ما نقاش نقطع نقطع خليس كل شي. يعني ستاشر وحدة. والعجينة الخرطية كذلك ستاشر وحدة يعني الخير والبركة شي حاجة لي كتير تبارك الله. صافي كان اخدو شوية الفرماج. بالنسبة لهاد الشكل اللي غادي نديرو اليوم بحل شكل ديال شو بصو. غادي وخا غادي نجمعو مش كي لما شي غادي نسدو بمارة ما بغيتو شي تسد بمارة بغيتو يبقى بحل بحل بزطان بحل فمو باش كي يبان دك تطوريقو كي يجيزوين كان اخد شوية الماء باش كي تسد ليا غادي نوريكم. رأي ساهلة كتضغطو لها من الداخل وكتجيبو هاد لقنات وكتخشي وكتسدو. وانا الغرض من هاد العجينة مبغيتاش زي ما تسد مية في المية. صافي على هاد الشكل. صافي كتخشي وكتسدو بحلقو. اللي بغيتو تعودو تسدو بشي فورشيت او لا انا مبغيت انا بغيتها تجي بحلولة تجي بحلولة كتجي احسن. يعني هادك هادك التخيل اللي جاني فراسي هو هكا. في حالة جاتكم عوجة وبويتو تقطعو شوي يمكن لكم تقطعو بحلقو بويتو تقدوها يمكن لكم. ولكن من الاحسن إلا كنتو ديرينها غلط دارو للوليدات بلا ما تقطعو بش ما تضيعوش العجينة. صافي كنبقى مستمرة على هاد الشكل. آآ تكنكمل العجينة اللي عندي. جوني جوج طاوات. كنوريكم رأة سهلة. صافي. وغادي ندهن بواحد البيضة. نديرو شوية الحليف فيها وغادي ندهن هاد العجين ديالي وغادي ندير فيها هاد الحبوب ديال. الخشخاش يمكن آآ. صافي وغادي نتكها هاكا. بالنسبة للفرن غادي نسخنه على ميتين دراجة. غادي ندخلها واحد خمسة دقائق تتنفخ باش يبان الفيلتاج. ومن بعد ننقص النار ونخليها تتحمر. وتجي مقام الشابة عليها تشكلك تجي ماشية رائعة اكتر من رائعة. كانت سنة طبقاتكم عبر الفيسبوك والانستغرام. وشكر الله يجازيكم بخير على التفاعل. على الايك على الاشتراك على اي حاجة درتوا من الاجل يلي شكر الله يجازيكم بخير. استودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.